الذكر هو من أفضل العبادات اللي ممكن الإنسان يتقرب بها إلى الله عز وجل ربنا وصفوا كده بأنه أكبر حاجة ولا ذكر الله أكبر في نفس الوقت هو للأسف عبادة مهجورة يعني كتير من الناس ما بيخدش باله من عملية الذكر أو من عبادة الذكر كتير من الناس ما لوش مثلا ورد ثابت كتير من الناس مش محافظة على قراءة القرآن كتير من الناس مش محافظة على أسكار الصباح والمساء ممكن إلي أحد بيصلي كويس بيصوم كويس بيعمل كل العبادات لكن غافل عن عبادة الذكر اللي هي تعتبر أفضل عبادة عند الله سبحانه وتعالى وأكبر عبادة عند الله عز وجل الذكر له فوائد عظيمة جدا من أهمها أن الذاكرة لله سبحانه وتعالى يذكره الله عنده ربنا قال كده في القرآن الكريم فاذكروني أذكركم يعني حاجة كبيرة أوي إن ربنا يذكرنا فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وفي الحديث القدسي يقول سبحانه وتعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني يعني إذن الذي يذكر الله سبحانه وتعالى يعيش في معيته وأنا معه إذا ذكرني فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من يبقى إذن الذكر بيخلينا عيش في معية الله سبحانه وتعالى الذكر بيترتب علينا ربنا بيذكرني في ملأ أفضل من الملأ أو أفضل من المكان اللي أنا عيش فيه إحنا قلنا إن الذكر هو أفضل الأعمال والنبي نص على كده ونبهنا على كده فيقول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بخير أعمالكم أفضل حاجة ممكن نعملها ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم يعني الصدقة يعني وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم شف هنا التدرج في فضل الذكر أنه أفضل الأعمال وأزكا الأعمال عند ربنا وأرفع الأعمال للدرجات عند ربنا وأفضل عند ربنا من الصدقة وأفضل عند ربنا حتى من الجهات قالوا بلى يا رسول الله إيه العبادة العظيمة اللي هي أفضل من كل ده قال ذكر الله سبحانه وتعالى إذن ذكر ربنا عبادة عظيمة جدا لازم ناخد بالنا منها لدرجة أن يعني ربنا كده إن شاء الله يعدنا كلنا وندخل الجنة بسلام إن شاء الله مع ذلك أهل الجنة لما يدخلوا الجنة في حاجات هيتحسروا عليها يعني في ظل النعيم اللي هم عايشين فيه وفي ظل النعم الكبيرة جدا ومع ذلك يتحسروا يتحسروا على إيه على عدم الإكثار من ذكر الله عز وجل حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت عليهم ولم يذكروا الله فيها ساعة واحدة مرت علينا ما ذكرناش ربنا فيها هنتحسر عليها في الجنة تبليه نتحسر ليه وإحنا في الجنة وننعم في الجنة إحنا لما هنشوف سواب الذكر في الجنة وأجر الزكر الكبير جدا جدا كل واحد فينا هيندم على تقصيره في ذكر الله سبحانه وتعالى كل واحد فينا هيندم على الساعة اللي مرت عليه وما ذكرش فيها ربنا عشان كده العبادة الوحيدة اللي ربنا طلب مننا الاكثر منها هي عبادة الزكر ربنا يقول لنا إيه فاتقوا الله ما استطعتم يعني أطيع الله سبحانه وتعالى وأعبدوا ربنا على قدر استطاعتك لكن يجي عند الزكر لا اذكروا الله ذكرا كثيرا واذكروه كثيرا لعلكم تفلحون العبادة الوحيدة اللي ربنا طلب مننا نحن نكثر منها على قدر الإمكان هي عبادة الزكرة